بوكس 2 بوكس في حتة تالية حلو؟ لازم الفصل ده يحصل يعني دايما في اي اقدارة نجحة في الدنيا تفصل ما بين المشاكل الادارية او الازمات اللي زال الاهل وقع فيها دي بتاعت ملعب الفاينال وبين فرقة الكرة اللي بتستعد الماتش وفاق سطيف ومن احسن الحاجات اللي سمعتها حتة ان فريق وفاق سطيف يعني بينزر الاهلي بسبعية في نادي هناك عندهم في الدور الجزائر يعني مش هعلق بعد شوية مش هعلق على المضادة دلوقتي لكن يعني وفي ناس بتلقى هتقلت انذار شديد اللهجة ومعرفش ايه طبعا ده كلام يعني يعني الاهلي اكبر من كل الكلام ده تدريبات الاهلي الاخيرة دلوقتي لسه حالة التدريبات دي تدريب الاهلي النهاردة من دقايق يمكن التدريب خلصان يمكن من 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق حاجة كده يعني دي تدريباته النهائيا مباراة تقام يوم السابت ساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ان شاء الله على ملعب خمسة يوليو اهلي جاهز للمباراة واموره ماشية ما عندوش اي مشاكل خالص من الناحية الفنية المدير الفني بتاع فريق وفاق سطيف عمل تصريحات الحقيقة هقولك عليها دلوقتي هو بيتكلم يعني شايف ان الاهلي فريق كبير جدا وشايف انه الخسارة منه كانت منطقية اه الرقم مش منطقي انك تخسر 4-0 اه وقال ان احنا كنا مستعدين اهو قدامنا الراجل اللي هو داركونوفيتش في تصريحات لي قال ان احنا هنشوفها دلوقتي هتقولي التصريحات بس بتاعة داركونوفيتش ده الاول قال احنا كنا مستعدين لمواجهة الاهلي لكن الاخطاء الفردية في جميع الخطوط اصارت علينا اللاعبين بتوعنا عانوا من ضغط كبير اه اه امام فريق كبير لكننا لن نستسلم ونسعى للفوس في الاياب بأي نتيجة والنهوض سريع نرجع تاني للتدريبات الراجل واقعي في تصريحاته واقعي جدا الراجل بتكلم على فكرة انه اه اه انا مش هقول ان انا هكسب خمسة وان انا هعمل ريمونتادة وانهو دي الامكانيات المتاحة حاليا بالنسبة لفريق وفاق سطيف فنيا مقارنة بيه النادي الاهلي كل دي تصريحات الحقيقة بتصب لصالح الاهلي لعبت الاهلي المفترض او هكذا اظن انها تمتلك من الخبرات اللي يخليها الحاجات دي كلها تاخدها بحمل الجد ده مش معنى انك راح نوزها ولا ده معنى ان انت راح يعني تهرج ولا ده معنى ان انت راح يعني في تأسيمة لا انت راح تلعب فريق منافس قوي جدا وسل سيمي فاينال دوري ابطال افريقيا بيلعب مبارا بدون ضغوط هو خلاص المدرب بالتصريح ده ورئيس النادي مبارح عبدالحكم صرار بالتصريح اللي عمله ان دي الاهلي بيننا وبينه خمسين سنة وكل الكلام ده رفع ضغوط كله من على اكتاف لعبي فريق الكرة بتاعه يعني هو عايز يقول ايه خلاص احنا بنلعب ماتش محدش يستنى من ان احنا نتأهل فرفع الضغوط فاللعب هتلعب ماتش من حلو الراجل بقول لك المم اللي انا اكسب هو عايز يكسب بطل افريقي عايز يكسب النادي الاهلي عايز يرجع لعبته تاني لروحهم القتلية تاني اللي هتنفعهم في الدور المحلي او في البطلات اللي جايب النسبة لهم بعد ما يكسب فوز معناوي على الاقل على النادي الاهلي طب هل الاهلي الفوز المعناوي اللي على الاقل ده هيفرق معاه في التوتل مش هيفرق ليه لان الاهلي لو خسر حتى ثلاثة حيسعد الفاينال ما فيش مشكلة خالص في القصة دي لكن تفرق في ايه بقى ان انت لما تكسر انتصارك بخسارة تفرق من ناحية المعناوي القعدة الطبيعية بتاعة كرة القدم ان الفوز يجيب فوزه والانتصار يجيب انتصاره طول ما انت بتكسب اي حد وفي اي وقت وفي كل مكان كل مروحك المعنوية بترتفع وده اللي احنا طلبينه من النادي الاهلي قبل ما يوصل للمحطة الاخيرة اللي على الخناءة اللي مع الوداد اللي هي يوم 30 مايو المقبل في حتى الان ابو براحة تقوم في المغرب في ملعب محمد الخمس النادي الاهلي عمل النهاردة بيانات في القصة دي والبيانات دي بيحط الحقيقة الاتحاد الافريقي في قمة الحرج وبيشرك معاه الاتحاد المصري ليه بيشرك معاه الاتحاد المصري هل قوة الاتحاد المصري لأ تخيل ليه لان الاهلي ما عرفش يخاطب الفيفا فعشان كده الاهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة الكاف اولا بص بقى انا هجيب لكم الاخر ده البيانة التانية اللي هو الاهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة الكاف لتنظيم نهائي دوري الابطال استنادا الى انسحاب السنغال طلب النادي الاهلي بص بقى من اتحاد المصري للكرة القدم طبعا ده كل ده شغل لجنة عملت زاكر الموضوع قد بالك الاهلي حيشعب الموضوع يعني حيتوه الدنيا حيودها المحكمة الرياضية يودها الفيفا ويبتدي يقولك السنغال انسحب بصوا الاهلي عمل ايه قالك طلب النادي الاهلي من الاتحاد المصري للكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الافريقي لاستضافة المبرنة هي لدوري الابطال استنادا الى انسحاب السنغال من سباق التنظيم هو ما كان يجب الاعلان عنه منذ فترة عملا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم اخرون بدلا منها لكن لم يحدث حتى جاء قرار الكاف باسناء التنظيم المبراء لملعب بعينه بوصفي العرض الوحيد ويصبح للعام الثاني على التوالي يستضيف هذا الملعب ذات الحدث وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الانديا الاربعة التي تتنافس في الدور قبل انهاء البطولة افبات نادي بعينه هو المستفيد دون غير من قرار الاتحاد الافريقي ويلعب النهائي حال تأهله تأهله على ملعبه ووسط جمهيري وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف طبعا الاهلي بيحط اتحاد الافريقي في حرج ومش يعمل حاجة الجواب ده يعني اتحاد القرى المصري لما هيخاطب الكاف ويقول له السنغال انسحبت فاحنا عايزين نخش مكان السنغال احنا كالتحاد قرى مش كاهلي احنا عايزين نخش مكان السنغال احنا لما كان السنغال موجودة يا عم وكنا سكتين وما انسحبت من السباق فاحنا كمان عايزين نخش طبعا الكاف هيقول لك وكان فيه معد بدخول انت ما دخلت وهم صفوا على اتنين وطبعا لما اتنين يطلبوا تنظيم بطولة حتى واحد ينسحب التاني بياخدها اتنين بيرشعوا نفسهم في انتخابات واحد بينسحب التاني بياخدها بالتسكية ده طبيعي يعني لكن الاهلي عايز يثبت للرأي العام العالمي اللي هو القصد بيه المحكام الرياضية هو عايز ياخد الورقة دي لما تتبات يقدمها للمحكام الرياضية ولو جي رد ياخده يقدمه للمحكام الرياضية بص يا فندم الناس دي ما عندها الشبافية ده احنا طلبنا كذا كذا وقالوا لنا كذا 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 ده البيان التاني اللي عمله النادي الاهلي النهاردة صبقوا ببيان أوليني قالك الاهلي يطلب من الاتحاد المصري تصعيد أزمة ملعب نهائي دور الأبطال ده الباني الأولاني بقى للفيفا أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلو فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة نهيال دور الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقام المباراة المشار إليها في ملعب محيد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا في إياب الدول قبل النهائة للبطول يأتي ذلك ردا على قرار كاف الذي صدر مؤخرا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث العام الثاني على التوالي وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل لا سيما وأن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط وبت ذات القرار يخدم ناديا بعينه والذي سوف يخد المباراة النهية حالة أهله على ملعبه ووسط جماهيري تأتي هذه المطالبة للاتحاد المصري من جانب النادي الأهلي والذي لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسؤوليه من أي جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية المنوطة بذلك لطلبات الاستضافة آه قد بالك بقى من كلام الجامد ده لطلبات الاستضافة للمبرنة نهية لدولة رابطة الأبطال وفي ذات الخطاب جدد الأهلي طلبه السابق بسرعة موفاة النادي بنسخة مصورة من كافة المكتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الإفريقي بخصوص تنظيم المبرنة المشرقلية وشدد الأهلي على ضرورة مساندته في هذا الأمر وامداده بكافة المستندات بمفعل خطابات التي أرسلها التحاد الكرة وطلب فيها إقامة المبرنة نهية على ملعب محايد وكذلك الخطابات التي تلقى الاتحاد من كاف عند إعلانها عن بدء تقديم الاتحادات الأهلية لتنظيم نهاية دور الأبطال وشروط التقدم وذلك الاستعانة بكل هذه المستندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الأهل إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات الفنية القادمة أولاً الكلام ده في ظاهره صالح الآلي دوني كل المستندات المخطوات التي كافة بعدها لكم وقال لكم المستند ده عندنا يا جماعة من المبارح متعيقلي اللي هو بتاع الاتحاد الإفريقي اللي بعتوا لي الاتحاد المصري يوم 19 ولا 18 يناير بيقوله يعني اللي عايز يستضيف الإفنتات دي يقول لنا كان منها الدور الأبطال والكسل الاتحادي لها الكنفدرالية وكرة الشاطئية وكرة المعرفش الصلاة وكذا حاجة يعني وبطولة أفريقيا تحت 23 سرة وكل الكلام ده لكن في باطني هي الكلام اللي الآلي بيقوله بيدير اتحاد الكرة ليه بقى شفت الجملة الجامدة دي برضو اللي بيكتب للخطيب الكلام ده بالسهل الحقيقة يعني بص تأتي يا زي المطالبة للاتحاد المصري من جانب النادي الأهلي وهو الذي لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسؤوليه من أي جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية المنوطة بذلك لطلبات الاستضافة المبرنة هي لده بربطة الأبطال يعني محدش كلم الأهلي إلحق يا أهلي ده الكاف بعت لنا يقول لنا لو عايزين تطلبوا تنظيم هو الجواب هو ده الجواب اللي بقول لحضراتكم هم قال ليه الكاف بعته للاتحاد الكرة ولكل الاتحادات في أفريقيا يعني مش بس الاتحاد الكرة المصري وعلى فكرة الشطب ده اللحمر ده فيه المواعيد اللي كانت مقترحة للمبراطين النهائتين بتاعة دور الأبطال والكونفدرالية لكن بمواعيد غير اللي اتحددت فعشان كده شطبينها يعني باللحمر يعني كان بيقولوا إن المبراطة تقام لم 28 لكن بقيت 30 التانية عارفت تقام إيه فبقيت إيه فشطبين حقيقيا عشان بيبقاش الكاف شكله يعني إيه ضعيف فالآهلي بيقول إن الاتحاد الأهلي بعتليش أنا ما جاتليش أي مخاطب بلا الاتحاد الكرة بعتلي أهلي الكاف بعتلي يقول أي حقار بس أنا برضو هلوم الأهلي ليه خلاص أنت في منظومة كده أنت في منظومة فيها شوية نسيان مش عايز أقول مهارجلة عشان الناس بقت تزعل أنا أقول إن فيها نسيان الناس انشغلت بالمنتخب الفترة دي فالأهلي برضو ما يلومش في دي إلا ناس دايما كده ما يحق جلدك مثل ضفرك صح زي ضفرك ليه هرشلي في ظهري لا يمين لا شمال بالراحة يا ابني عارف إنت لكن إنت لو أنت بتوهرشلي نفسك إنت عارف وده المثل كده هو المثل معناه كده فان هقعد أقول لك بقى أنت بقى هستند عليك قديك دخلت في الحيطة طيب هقلوك على سر سر خطير القالي خد وعد لما الموضوع ده بدأ يسخن إن هم مش هيودوا المباراة دي المغرب من يومين وحصل اتصالات وناس من هنا وناس من هناك وناس تواصلت مع مدسيبي وقال له البعض للخطيب مرساله وقال له أنا هتصرف واستنى وعمل عشان كده القالي مبارح أعلن إن عنده مجلس إدارة يوم الحد يقرر فيه بس بعد الماتش التاني بتاع وفاق السطيف لأنه أمهل الوسطاء أمهل الوسطاء لغاية يوم الحد الصبح فقال لك إحنا مش هنتكلم يا عم إحنا هنقول إن إحنا هنركز في وفاق السطيف وحنشتغل بس هما في الباطن بيشتغلوا لكن القانونية شغالة المحامين اللي برا شغالين بيسألوه بيتشوروا معاهم العلاقات الدولية الخارجية كل الكلام ده القالي شغال لكن كان حيأجل الإعلان عن أي شيء خاص بهذه المباراة لغاية يوم الحد الصبح ليه؟ لما جالوا وعد إنه ممكن يحصل تعديل وتصرى بالخبر إنه متسب ما كانش يعرفوا إزاي والدايق وثارة وهاجة وماجة وفاجة وتاجة ولاجة وكل الكلام اللي ما قلقش معنا ده وبعدين فوجه الأهلي عشان تعرفوا إن في ناس يعني يتعامل بسازاجة بقى أو فاكرين الأهلي سازج إن مبارح الكافل إتحاد الإفريق بعد جواب رسمي للإتحاد المغربي يقوله إحنا وافقنا لك على تنظيم المبرنة هي لدور الأبطال اشتغل يا باشا ده مبارح بس يعني قررت تصرب أول مبارح ولا أول أول مبارح وهيجان بقى بقى لنا 72 ساعة في القصة دي فالآله فوجئ إن الاتحاد الإفريقي للوسطاء قالوا له إهدى شوية لأن إحنا عندنا محاولات وحنقعد نرمي كده إن متسبي متضايق وإزاي وفين وليه وعملت إيه بس لا قجع جامد لا تقولي متسبي ولا بيبي بتاع الريال السابق بتاع البرتغال دا ولا حد دا الاتحاد الإفريقي بعد جواب رسمي فالأهل لما لقى كده على طول طلع البيانات بقى قال لك لأ أنا راحل مع كاميرا ياضي أعلن عطول فجأة إنهم راحل مع كاميرا ياضي وإنهم بيطلوب من الاتحاد المصر يخاطب الفيفا لأن الأهل مقدرش يخاطب الفيفا دايريكت الواحده وإنهم بيطلوب من الاتحاد المصر كل المستندات عشان يحطوا برضو الاتحاد قدام بس أوليات طب انت ما طلبتش تنظيم المباراة دي ليه طب انت يا سيدي ما قلت ليش ليه ما كان ممكن أنا اللي أتكفل بكل حاجة فيلمي بايخ هو الفيلم دا مسته حاجة واحدة بس إنه قزم أداء الاتحاد الإفريقي خلقوا لقيل قدام العالم كله يعني ما تعود مع الأوروبيين دلوقت تقولون سدقوا في اتحاد الإفريقي عام يقولك لا يا راجل دا عنا هنا في أوروبا ما نقدرش نعمل كده دا عنا كنا بص نتسحل معقول مستحيل يعني تخيلت دلوقت ريال مادريد وليفربول في الفاينال أم طلع الاتحاد الأوروبي قالك الفاينال حيتلاقها في الأنفل صح دا القرعة عاملت بتاعة دوري 16 ما عرفش مينها تطرد ولا حصل إيه عدوها كلها بتاعة دوري الأبطال وتفتكروا يعني السنة دي كان ريال حيلعب فريق تاني فجأة لا نفسه بيلعب باريس سان جرمان وبعدها كذا وكذا وكذا يعني لأن هناك الناس عندها شفافية مطلقة مش عايزة أقول إنهم ما حسن مننا مافيش حد أحسن مننا مافيش حد أحسن مننا بس إحنا للأسف بنشتغل بالنظام اللي هو اللي يعرف يعمل حاجة ياخدها مش اللي له حق ياخده لأ اللي يعرف ياخد حاجة ياخدها يعني الكوباية دي من حق ياخدها ياخدها وأنا ماشي من ETC بتاعتي غير لما يمشي حطها في جيبي من غير معنا اللي يعرف ياخد حاجة ياخدها في حاجة اسمها كده بالزمه دي جي ETC تدور عليها بعد فين الكوباية اللي بسوشنا بقى بخدها ليه هو كان بيلم أي حاجة فأنت في الاتحاد الإفليق كده اللي يعرف يلم يلم خش يلم يعني الميزة اللي بقولها لكم في الماضي اللي أنا مش هيعمل حاجة في الآخر بس هو أقزم شكل الاتحاد الإفليق قدام الدنيا كلها قدام الاتحادات القرية والاتحاد الدولي خلقات دي كده وقدام أعضاء الجمال عموميا بتاعته برضه حتى لو الاتحاد بتاعنا مقالوش السطوة دي ولا القوة دي ودي فرصة أنا بطلبها من الاتحاد الكرة المصري ها هاجمناه وانتقدناه وعلى فكرة بينتقد الاتحاد الكرة المصري لأنه هو المفترض الأب هو الود لما يطلع عنده مشكلة ولا حد من العيال عنده مشكلة عشان الأب هو المسؤول الناس حتلوم الأب انت عملت إزاي كده اشتاخد بالك صح ولا غلط فانتقدناه بقسوة لأنه هو اتحاد الكرة هو المسؤول لما يلاقي حاكم وحش في الدور هاقولك إزاي اتحاد وهاجمك لما يلاقي مدرم مختارينه غلط هاقوله إزاي كاتتتتت語ه هاجمك لما نقصر خمسة هاقوله إزاي كاتتتتحده هاجمك لما نقลق من كاس العالم هاقولك إزاي اتحاد الكرة وهاجمك لأن انت المسؤول لما لقى البطولات شكلها وحش ولا الملعب وحشة ولا التصوير وحش ولا الضرق وحش ولا اي حاجة الله ما انت المسؤول ما نحاسقل مين انت اللي شغلتك تشكل لجان وتعمل ادرات وتجيب احسن ناس في كل حاجة وما تنساش حاجة وما تنساش مستند يجيلك تقول لسلوعة تحطه في الدرج لدرجة ان في ناس قالت فين ايامك يا فوزي يا غانم فوزي غانم ده اقدم وظف في تاريخ اتحاد الكرة كان موجود رجل يعني شاطر وخبرة مشوه على اعتبارناه بيمشوا كبار السند وبيتنعمه وبيتفعه بالشباب اوكي ما فيش مشكلة لكن في اخطاء بتظهر اهو ادفع بالشباب وزيب الناس الكبيرة دي بالتوازل غاتما الشباب يتعلم ويعرف الدق والنقي ها وبعد يتمشي دول صح طالما حصلت مشكلة هرجع اقولك بشيتهم ليه افرض ما حصلش مشكلة اقولك برافو قرارك كان صح كان لازم فعلا انت بشي الكبار لان انت معندكش اخطاء لكن طالما جات اخطاء انت المسكول فالميزة للآله حيجنيها من كل الحوار والفيلم ده انه ما يتكررش تاني فالآله اشتغل لكل عنديد افريقي بقى في المستقبل بقى كل واحد بقى عنده سلطة ولا عنده سطوة ولا عنده نفوس في الاتحاد الافريقي مش هعرف يعمل ده تاني يعني في السنين الجاية اللي هيدفع تمن ان محدش هيعرف يفسد النظام الاداري تاني في البطولات الافريقية اللي بدفع تمنه الاهل دلوقتي يعني السنة الجاية اذا الزمالك هو اللي وصل فاينال مش هيبع عنده مشكلة ليه الاهل هو اللي خاد المعركة السنة دي السنة الجاية اذا بيرامدز وصل فاينال دور الابطال مش هيبع عنده مشكلة السنة الجاية اذا بيرامدز وصل فاينال دور الابطال مش هيبع عنده مشكلة السنة الجاية اذا مازين بيوصل منها دور اوهاكا اي نادي في افريقيا سنداونز اي حد الاهل هيقوله بيدفع ايه بيدفع التبع عمال هارجع تاني ليه الاهل اللي موجود في الجزيار الحقيقة الناس هناك يعني استضافة رائعة جدا الناس يعني قمة التحضر يعني مكانة الاهل وعلى فكرة انا عايز افصل بين ازمة الملعب اللي بيستضيف الفاينال وبين توقعاتي انا شخصيا لما المبرادة دي تيجي تتلعب المغرب هتعامل مع الاهل ازاي انا متأكد انه هيستضفوه في قمة الاستقبال الرائع وانا متأكد ان الاهل مش هتواجهه اي عراقيل هناك انا متأكد ان الجمهور المغرب جمهور متحضر ومحترم وشعب محترم كلنا بنحب وحنا بنتحدث وبننتقد موقف خد بالك احنا بنتحدث وبنتكلم عن موقف وموقف متسبب فيه الاتحاد الافريقي وسقفنا للاتحاد المغربي طالما هو بيعرف يفرض سطوته فرضها وشف مصلحته فين يا عم ما هي كده ما هي طالما يا ماشي وشوف مصلحت فين وكل احد شوف مصلحته فين محدش يبص حقي فين بصلحت ايه خش شوت حتى لو مش حقي فراج اللي اشتغل على كده وحقه طالما لايه المناخ اللي جاء اتحاد الافريقي تسامح بدا لكن انا متأكد لده حيبقى ليه تأثير على استقبال الاهلي ولا الجمهور في استقبال الاهلي ولا التشجيع المتحضر اللي هيحصل للودات هيشجع براحته مش هنقدر نتكلم نقول لك انها ما تشجعش الودات لا من حقك المبراف بلعبك من جمهورك فرقتك شجع براحتك خلا وانا ما بشككش في ده ابدا بالعكس انا متأكد ان هيبقى لولا من الودات طرف ما احنا لعبنا السنة اللي فاتت في نفس الملعب فاينال الاهلي مع كايزر تشيفز كنت حاسس ان انت بتلعب في القاهرة كان الجمهور بيشجع الاهلي صح؟ والاهلي كسب ثلاثة يعني متهالي لو بلعب كايزر تشيفز في القاهرة ما كانش يكسب ثلاثة ولسه الاهلي راجع من الرجاء ومخرج الرجاء والنادي الرجاء نادي جماهيري هو هو الودات اكبر نادين جماهيرين يعني في المغرب واستقبال كان رائع جدا وتشجيع كان رائع جدا والامور مشت بشكل رائع جدا والاهلي تقاهل هناك ومكانش في اي مشاكل خاص المشاكل الطبعات الصغيرة يعني طيب خليني اطلع بقى الاهلي رايح المصابين كل الكلام ده خليني اشوف الدكتور احمد ابو عبل لكن الحقيقة موقع الاهلي في الحاجات اللي زي دي بيعمل خدمة رائعة جدا انا بشكره تاني بكرر شكري الماتشات المهمة اللي زي دي بيطلع اسطاف اعلامي بيعمل لقاءات بيصور التدريبات زي ما احنا بنبقى شايفين كده تدريبات النادي الاهلي سواء material video او صور فوتوغرافية بيعمل لقاءات مع الناس وهو اللقاءات مهمة زي ما اقول دي خدمة بيقدمها الموقع الرسمي للنادي الاهلي وقطاع الميديا في النادي الاهلي بنشكرهم طبعا كلهم اصدقائنا والخدمة بيقدمها النادي الاهلي واخصوصا للقاءات كمان بتبقى مميزة ليه لانها بتناقش حاجات الناس عايزة تعرفها الدكتور احمد ابو عبل احنا حايتين نعرف عامل السلية موقفه ايه هو سافر هيقدر يشارك ولا مش هيقدر محمد عبد المنع ما هو سافر لكن هيقدر يشارك ولا مش كل دي حاجات بدر بنون اخباره ايه كل دي حاجات حيقولها لنا دلوقتي الدكتور احمد ابو عبل طبيب النادي الاهلي الذي اجري معه هذا اللقاء يعني عندي حاجات عايزة اقولها وعدا نرجع للاهلي تاني على فكرة النهاردة في نتاج غريبة جدا في الدوري يعني نتيجة النهاردة سموحة بيكسب الاتحاد خمسة نين ودي نتيجة الحقيقة يعني قوية جدا وعنيفة جدا بين الكابتن عبدالنحاميد باسيوني اللي بيتولى يعني لسه متولى القيادة سموحة فعمل نتيجة ضخمة جدا مع كابتن عبدالنحاس في الاتحاد السكندالي رغم انه مستقر بقاله اكتر من شهر المباراة خلصت خمسة اتنين وكانت وصلت تلاتة سفر يعني وبعدين تلاتة واحد وعدين اربعة واحد وبعدين خمسة واحد ثم خمسة اتنين وعلى فكرة في الدور الاولين كانت المباراة خلصت اربعة اربعة فالمباراة بين الاتحاد واسموحة فيها اهداف بس خمسة اتنين نتيجة سقيلة جدا على الاتحاد السكندالي اللي كانت تغيرت اقدارته الفنية الكابتن حسام حسن بجهازه بسبب تراجع النتيجة لكن حتى الان الاتحاد السكندالي لسه نتائجه مش قد كده لسه متراجع يعني فوز السموحة رفعه للمركز الرابع ورفع رصيده لتلاتين نقطة عشان يتخطى فيوتشر يمكن فيوتشر ليه مبرأة اقل لبقى الخامس ونادر اتحاد السكندالي زاله في المركز التلاتاشر وتوقف رصيده عند تسعتاشر نقطة كمان بيراميز بيحقق انتصارات متوالية لحقاة متتالية مع تكييس جنياس المدارب اليوناني وبيكسب مصر المقصة اتنين صفر وبيستمر في المركز التاني وبفارق سلاس نقاط فقط عن الزمالكة الزمالك 41 نقطة بيراميز 38 وبيراميز اقل من الزمالك بمباراة يعني لو كسب الزمالك يبقى رصيده 41 نقطة زي نادي الزمالك فيعني واضح انه بيراميز مع تكييس الانتصارات الى حد كبير موجودة كده مباراة الجولة 18 خلصت بس مباراة الاقل والاسماعيل اتأجلت وهتبدأ مباراة الجولة 19 من يوم الحد الجاي حيكون الاسماعيلي مع سيراميكا والمورين العرب مع امبي وبيراميز مع فاركو وعد الاتنين هلعب غازل المحالة مع استرن كامبني مسموحة مع المصري لتلات هلعب الجونة مع مصر المقصة وفيوتشر مع التحاد سكنداري والزمالك مع طلع الجيش ثم الاربع تختتم مباراة هذا الاسبوع بين البنك الاهلي والنادي الاهلي والاهلي احنا عارفين انه غاب عن الجولة اللي فاتت استعدادا لمباراة وفاقصتي في الاعتقام السبت يعني الاهلي هيلعب السبت هيرجع بالطيارة الخاصة بتاعته ثم هيلعب الاربع مع البنك الاهلي في الدوري المصري النهاردة على فكرة منشستر سيتي كسب وولفر هامتن خمسة واحد يعني عشان يظل متقدم في الدوري الانجليزي على ليفر بول ثلاثة بفرق ثلاث نقاط اصبح اقرب جدا بقى مباراتين اعتقدت عن نهاية الدوري فاصبح اقرب جدا للفوز بيه الدوري الانجليزي يعني محمد صلاح كانت تصريحات قوية لحقيقة الاربع وعشرين ساعة الاخيرة هقولوكم منها يعني تصريح بتاع هنا صلاح بيقول واخده عنه او بنقله عنه يعني يلا كورة انا الافضل في العالم وارقامي خير دليل ده اللي بيقولو محمد صلاح انا الافضل في العالم وارقامي خير دليل والحقيقة محمد صلاح يعني من نجوم العالم وعايز يقولي العالم ان انا ما تحدش يقسني باخر ما تشن ثلاثة يعني السيزن كله ده قدام التصريح بتاع محمد صلاح لما علق على انك اناني شوية ان انت بيقرنوا ببعض اللاعبين قالوا من ارقامي بتقول ان انا الافضل حتى الان هكمل لكم قصة محمد صلاح لكن اخد الاول النهاردة احد نجوم مباراة سموحة والاتحاد السكندري النجم المغربي كابتن عبد الكبير الوادي كابتن عبد الكبير مساء الخير مساء الخير يا كابتن عامل ايه؟ كله تمام مبروك يا عم النهاردة انت جايب جونين ما شاء الله انا مش عايزين نحسد الحمد لله الحمد لله فوز يعني الحقيقة فوز كان يعني يعني الفوز ممكن يبقى متوقع سموحة والاتحاد ممكن اتوقع ان سموحة يكسب ممكن اتوقع ان الاتحاد يكسب فرقتين كبار وفرقتين يعني لهم الحقيقة اداء رائع الدور السنة دي لكن خمسة وكانت خمسة واحد وصلت خمسة واحد بتهيقلي مش كده؟ اه خمسة واحد اه وبعدين اخ جابوا جولت بقى خمسة اثنين فنتيجة كبيرة قول لي بقى انتو كنتم متوقعيني النتيجة دي قبل المباراة مع الكابتن بانسيوني خصوصا ادارة الفنية لسه متغير يعني في سموح يعني مفيش حد كان متوقع يعني النتيجة دي نعم بس احنا عارفين يعني ماتش الديربي وحماس وماتش الدول الاول برضو كان خلص 4-4 يعني في اهداف وطال الحمد لله يعني الحمد لله انه كتبنا بخمسة اثنين بس سموحة سيطرة سيطرة كاملة على المباراة اه بس زي ما اولت انت يعني كانت اغير الجهاز الفني كابتن احمد سامي وده اللي اثار علينا شوية في ماتش بيراميد نعم اخسرنا في ماتش بيراميد نعم ومع الحمد لله مع كابتن باسيوني يعني خلال اسبوع اذا عرفنا هو بشريب ازاي وعايز يعني طبيعات اللي عيد ازاي ومحمد لله كتبنا المهار لو أنا سألتك قلت لك إيه الفرق بين باسيوني وإحمد سيمي يعني سنعرف إنه سؤال بايخ لكن مش عايز أقول لك مين أحسن طبعا ما قصدش كده الاتنين طبعا مدربين كبار طبعا لو ما الاتنين مدربين كبار لكن ممكن تقولي مثلا كابتن أحمد سيمي يعني عصبي أكتر كابتن عبدالحاميد باسيوني بيبقى أهدأ ممكن كابتن أحمد سيمي يهتمي بالنوحة الهجومية أكتر كابتن باسيوني مثلا تكتيكو شوية بيعتمي بالدفاعه بنص يعني أقصد كده بص أقولك إيه أنا يعني شغلت مع كابتن أحمد سيمي سنة ونص وحنا ما يعني فترة عرفت كل حاجة يعني مع كابتن أحمد يعني عارف كل حاجة عليه وخلاص كنت تكيفت معي يعني عيشت معه فترة طويلة يعني أيوة أكيد يعني وكان بيحب شغله وبيحب العيبة وكل حاجة كابتن باسيوني لحنا لسه يعني أسبوع ويعني لسه بيكتشف يعني حاجات فائد يعني وليسه بيعرفنا التكتيكو الشغل ازاي وتحركات ازاي طب بس ومعني وماذنين يعني مدرب الكبار طبعا قولي طب أكيد كابتن باسيوني قعد معاك يعني اتكلم معاك أكيد 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 قالك كان بيقولك إيه أنا أول ما مسك وقعد معاك الكلام عاكي بيقولك إيه بقى انت عارف كابتن أحمد كابتن باسيوني مدرب يعني محترم جدا واخلاقه يعني أخلاقه تتكلم عليه طبعا أنا ما بعرفهش ما كنتش بعرفه شخصيا قولك كان مهاجم برضو أيوة ما أنا علولي العيبة هيعجبك يعني الحمد لله شغله كله كورة وشغله كله جوم في التمارين يعني وبيدي لك شغل حلو شغل كويس عالجون يعني ممكن ده اللي خلنا يعني وصلنا كتير للجون وأي كورة جات لنا تجيبنا جوان يعني طب وده كويس يعني كان فيه توفيق كويس النهار في المغارب كان فيه توفيق الحمد لله وخطوك لك اتعارف باسيوني كان مهاجم فين في زمالك بقولك يا عبد الكريم اللي بيفاوضك لا أنا مش عارف حاجة الصراحة يا عبد الكبير ما تتلقمش علي أنا والله مش عارف حاجة أنا بستغل وبركز الملعب والوكيلي اللي شغل طبعا ده الوكالة شغلين مع الاندي أنت ملكش دعوة طبعا أنا ملكش دعوة يعني وكيلي لو في حاجة يعني يعني أكيد أنا أي نادي على رأسي يعني عندي أكبر طب عبد الكبير قلني يعني يعني أي لعيب أكيد بيبقى عايز نقلة يعني نلعب بأهلي يلعب زمالك زي عندك كده في المغرب أنت كنت بتلعب في الرجاء نادي كبير أكيد كل اللعيب بيبقى محتاج نقلة برضو يعني أخد خطوة ثم خطوة ثم خطوة فلما يجي لك نادي كبير والنادي الموافق أنت معندك شمانع أكيد لما نادي بتاع يا عد ما أكيد ما عنديش مانع أكيد كل اللعيب عايز يلعب فريسم آلي يعني كفريق آلي وجماير يعني ده حول ما أي لعب يعني احنا بنلعب كورة عشان كده يعني تلعب في الأندية كبار وتحت ضغط وأندية جمايرية ده يعني زي ما أقولك كده بتستمتع بالكورة يعني قل إتعادك مع سموحة بقى في قد إيه نا بقى لي السنة الجاية إن شاء الله بقى لك السنة الجاية طيب وإنت لعبت للرجاء ولعبت قد إيه للرجاء بقى خمس سنين إيه خمس سنين آه خمس سنين في الرجاء ولعبت للفتحة الرباطي بس الرجاء لعبت خمس سنين لا لا مش لفتحة الرباطي اتحاد طانجة؟ اتحاد طانجة من تحاد طانجة و الجيش الملك؟ اه لا كنت أعارة بس من الرجاء لجيش الملك حتى تديه في الجيش الملك؟ تعارفت شهور ورجعت للرجاء وبعدها رحت لتحاد طانجة يعني لعبت معهم سنة كنا نعبنا أفريقيا وبطولة العربية يعني السنة كانت كويسة الحمد لله وبعدها الشلول لديجلة يعني تمام انت عارف ان الجيش الملكي هو اللي خسر الزمالك بطولة إفريقيا سنة 85؟ تعرفش ديه؟ اه الجيش الملكي كان فريق جامس جدا 85 الزمالك خد بالك كسب دور أبطال إفريقيا 84 و86 85 خسر من الجيش الملك سيمي فاينل لو كان كذبه كان خدها 3 و4 لكن هو كان عنده فريق محترم كان فريق كبير جدا طبعا الجيش الملكي كان في التمارينات في التمارينات كان فريق قوي جدا طيب قولي انت لعبت في وادي ديجلة ثم انتقلت ثم انتقلت انتقلت أعارة لسموحة سنة لعبتش في ديجلة سنة وانتقلت أعارة سنة كان جاب لكابتين أحمد ثابي بعدها شلوني من عندهم برد من وادي ديجلة طب انا انت لعبت للرجاء ولعبت في المغرب ولعب مغريبي ولعب مميز الحقيقة قولي انتباعك عن مباراة الاهلي والودات الودات كان منافس الرجاء طبعا طول الوقت في المغرب قولي فنيا كده الماتشين يعني الماتش بالفرقتين شايفوه زي هما الاثنين يعني الاثنين فرقة كبيرة وماينفعش انا كمغربية عايز الودات تكسب يعني بس عايزينش كون مباراة كبيرة حتى لو انت كنت بتشجع الرجاء وبتلعف الرجاء اه لا ده مالوش معنى يعني انت عشان الودات بيمثل هنا المغرب ده اللي تقصده اكير يمثل المغرب احنا مع المغرب برد فه طبعا بلدك طبعا محدش يقدر يلومك يعني طبعا بس يعني اللي هيلعب كويس ان شاء الله هيكسب ويكون ماتش كبير وماتش حلو وادن جايلك جايلك كمان في السكة عير ازا ملكاوي فمشي في المعنى حيتيين لا 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 ماليش الحاجات دي والله يعني كل انسان مع بعض يعني تمام تمام بس انت شايف المباراة صعبة على الفرقتين اه لا مباراة صعبة واندي يعني عندهم خبرة ووداد واخد افريقيا مرتين والاقلي بعضه واخد بطولة كتير عشر مرات هما عندهم خبرة يعني الاثنين عندهم خبرة في بطولة في افريقيا اه ماتش يكون ماتش يكون كويس ويعني هما خمسين في المئة خمسين في المئة ماتش مفتوح يعني مفيش حد يعرف تمام تمام اقول لي لو انا سألتك يعني في القصة المصارى بتاعت الملعب انت شاف ان هي ده طبيعي دي فيها عدالة ولا انت ملاكش دعوة القصة دي اصلا ولا الاهلي لحق انه هو يعطرب انا صراحة ولا انت مش مركز مش مركز صراحة مليش دعوة عشان انا مليش في ميديا كتير مش مركز اه اوكي بس يعني انا شفت لسا شفت خبر ومشكلة الاتحاد مصري يعني هو ممكن بتقدمش اصلا يعني عشان يلعبو في مصر والمغرب كان مقدموه السنجال والسنجال يعني مسحب اكيد المغرب يعني ده في البلاي قادي يعني مفياش حاجة يعني اللهم يبقى على الاتحاد المصر انه مقدمش اصلا تقص اه بس انا شايف يعني الاهلي فرق كبير وهيلعب في ملعب حلو يعني برضو في المغرب ملعب حلو طب اقول لي بالمواقف اللي زي دي بالمواقف اللي زي دي جمهور الرجاء بقى بيشجع الوداد ولا بيروح يشجع الاهلي اللي ليه نص المقاعد المخصصة للجماهير يوالله ممكن عادي ممكن يخش ويشجع الاهلي عادي اه في حاسفية كبيرة يعني في المغرب رجاء بقولك كده انت بقولك يا عبد الكبير ده انت اكتشاف يعني اذا انت كوميدي طب قولي اه قبل بدري فانون صاحبك بقى اه صاحبي اكيد لعب معك في الرجاء لعبنا كتير لعبنا كتير في المنتخب لعب معي في الرجاء برضو كتير خمس سنين كلها كان معي في الرجاء وفي المنتخب برضو اه طب انت متابع يعني متابع ان هو الحمدلله بقى كويس وراجع الاسبوع الجاي لا الحمدلله كويس اه انا بكلمه اخر مرة كلمته امت ممكن من اسبوعين كده قالك ايه بقى بس قاله ازايك انت وكده بيقولك كويس يعني مفيش حاجة خطر مفيش حاجة اه كان بيتمغل لوحده بس دلوقتي يعني هيخش يعني مع المجبوع وعاد مفيش حاجة خطيرة علي الحمدلله اموره بقى التمام يعني انا بكلمه الاعتبر ان انت مقرب منه اكيد يعني لا 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 الحمدلله طب انت لما تلعب بقى في الزمانك اذا ربنا كتب لك ده ان شاء الله يعني ان شاء الله وهتواجه بدر بقى خد بالك بدر باك مش سهل اه هو لعب حريف وبرضه ما بتلاقيش لعيسن دي باك حريف بلعب كرة حالة اه قوي وطويل اه 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 انا يعني عادي عادي جدا بس ما جبتش اجوان انت وهو بلعب اه لا ما جبتش اجوان اجي ان شاء الله مره مره جاي عبدالكيبير انا مشكورك جدا وفي اي وقت يعني انت تتسمع الظروف مع بعض تبقى موجود معنا في الستوديو ان شاء الله يعني اشكرك والف مبروك الانتصار ومبروك على الجولين الله يبارك فيك شكرا جزيلا كابتن عبدالكيبير الوادي النجم المغربي ومهاجم نادي سموح اتقلق الحياة النهاردة وجايب جوليل في هزي المباراة سموح اكسبت حد سكنداري في نتيجة كبيرة جدا خمسة اتنين هرجع لصلاح اقول انا الافضل في العالم وارقامي خير دليل وبتبقى اكتر حاجة تستفزك لما انت تحس ان انت مجيد جدا وتعبان جدا في الموسم فممكن تخفق مباراة اتنين تلاتة حتى في شغلك العادي يعني ممكن تجي يعني تبقى مميز طول السنة فتخفق مرة اتنين تلاتة فتلاقي الناس عملت لومك فتقولي انا بقى لي سنة كاملة شغاله بكسر الدنيا بدل مخلي صلاح حتى ردوده شديدة شوي وكمان قال انا لو تمت مقارنتي مع اي لعب في مركزي في العالم وليس في فريقي فقط ستجد انني الافضل ده طبعا تصريحات كان ايه لها في لقاء لي مع البي ان سبورت في مركزه اي حد بلعب ناحية اليمين يعني كجناح في العالم كله لو حصل مقارنة اكيد حقيبه هو الافضل كمان كان ليه تصريحات بيقول انا دايما بركز على شغلي او على عملي ابذل قصارى جاهدي وارقامي خير دليل على كلامي وبتكلم دايما بلغة الارقام لان الارقام طبعا هي ايه لا تجذب لما سؤل محمد صلاح عن المباراة النهائية وعن ريال مدريد قالك انا اتذكر النهائي السابق طبعا نفاش النقاش خلعت الكتف بتاعة راموس دي مش بس ان خسرت فاينال قدام الريال 3 واحد وده دورة ابتال اوروبا والنهائي دورة ابتال اوروبا لا ده انت كمان اتصابة عنيفة جدا اصارت عليه بشكل كبير جدا واصارت حتى على اداءه مع منتخب مصر في كاس العالم فكانت يعني واقعة صعبة جدا قالك اتذكر النهائي كما لو كانت المباراة بالامس كنا مستعدين جيدا اتمنى ان نرد الاعتبار في المباراة النهائية المقبلة ونريد الاستمرار على هذا المنوال وتحقيق الالقاب كمان اخر تصريح لصلاح او يعني من ضمن تصريحاته المهمة احب ان اخلق تحدي جديد دايما لي وان اعمل بطريقة مختلفة وان اصنع الفارق وهذا هو واجبي انا بقول التصريحات دي لان الكلام اللي بقوله صلاح اللي بتكلم فيه عن حياته وعن شغله وعن النجاح والكلام ده بيبقى دروس مستفادة لو احنا اخدناها يعني مش مجرد تصريحات ممكن الناس تستفيد لان انت لما تخلق لنفسك تحدي جديد يعني ايه يعني تقعد طول الوقت تتفكر زي تستنفر نفسك عشان تحقق النجاح اكبر انت ناجح جدا فعايزت جدا جدا وبعدين لما تبقى جدا جدا انت بعايزة جدا 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 وهكذا 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 وده مش هيحصل طول ما انت ماشي بنفس الريت لازم تستنفر جواك طاقة جديدة وفكرة جديدة وشغل جديد وتحدي جديد هطلع من كابتن محمد صلاح ليه تصريحات ما عندنا بقى على فكرة الكاف الاول عمل نفسه في توا كده على الغلابة بقى لك الكاف يعاقب الودادي المغربي بتقليص اعداد جامهيرو خلال لقاء بيترو قتلتكو بقبل انها دورة ابطال افلاق ماشي عمو تشكرين جدا اه تشكرين جدا عم الكاف يعني انت بصراحة يعني نورت المحكمة عندك تاني تصريح تاني كاف يحرم الرجاء الرجاء بقى المغربي برضو من جامهيرو مباراتين بسبب احداث الشغل في المبارات الالي على ملعب محمد الخامس وغرامة مالية كبيرة هتقول لي طب انت يا شبالة بتقولنا الاخبار دي عشان تقول الكافي العمال يحرم الوداد ويحرم الرجاء وانه بيتام يعني الجمهور وهنا وهنا معناه ورغب كده ادى لنفس الملعب الفاينل يعني لا انا مقصدش كده خالص يعني الحقيقة يعني عشان بحدش يفهمني ايه او يبرمك كلامي يعني لكن في الاخر دي قرارات الاتحاد الافريقاء نفسه بيعترب في قراراته انه في مشاكل في المباراتين اللي لعبهم الوداد اللي فاتوا او الرجاء على ملعب محمد الخامس اللي هيستضيف المبارات النهائية اللي على المشكلة يوم 30 مايو نروح بقى للتصرحات بقى بتاعتنا اللطيفة كابتن عامر حسين قالك الجدارة الرياضية يعني ايه يعني دلوقتي الاتحاد الافريقي كان عادة حيفاجئنا يقولك انت لازم قابل يوم كذا وفي دي الاتحاد الافريقي عنده حق اللي لعب عندنا احنا هيقولك يوم كذا لازم تبعاتلي اخر يوم تبعاتلي فيه الناس اللي هتشارك في بطلتين الان دي السنة الجاية يوم كذا يوم مثلا 30 يونيو يوم 30 يوليو يوم 15 يوليو what ever يعني زي ما هيقوله فانت هتضطر الدورة عندك مخلص طب انا هعرف منين مين اللي هيشارك من البطل من التاني طب مين اللي في الك لا قالك ايه بقى كابتن عامر حسين قالك هنشتغل بمبدأ الجدارة الرياضية اللي هو ايه بقى الجدارة الرياضية قالك الامر اللي هتعلق بالدور الاول فقط يعني مش اللي هيكسب بالدور الاول والتاني دوله هشاركوا في افريقيا لا بل باخر جولة تم لعبها بشكل كامل في الدورة قبل الموعد النهائي لتحديد المتأهدين للبطلتين الافريقيتين وهو ما لم يحددوا الكاف بعد يعني لما يقول لي يوم 15 يونيو او 15 يوليو او 6 يوليو او زي ما يكون يعني اخر معاة تبعتلي هيشوف اخر جولة قبلها كانت كاملة يعني كل الفرق اللي عابين قد بعض طب افرح هتلاقي الاهلي طب انت بستهيل هتلاقي الفرق اللي عابين قد بعض يعني انت هتلاقي مثلا الزمالك 18 مبارا انا بقول حتى دلوقتي يعني افترض الكاف دلوقتي طالب هتلاقي الزمالك 18 مباراة البيراميدي 17 الالة 14 طب سموحة 18 طب معرفش ايه 17 كده بيقول لك اخر جولة اهو بص هتلاقي الارقام اللعب مش متساوية بيقول لك لا هنشوف اخر جولة كل الناس اللي عابتها قد بعض يعني لو احنا هنشتغل على الجدول ده دلوقتي والاتحاد الافريقيا قال لنا بكرة تبعاتل الجدرة الرياضية مين اللي هيشارك في افريقيا هاخد لغاية الاسبوع الاربعتاشر هشوف نتاج الدوري في الاسبوع الاربعتاشر كانت ايه واقول انه اللي هيشارك فلان وفلان طب هل ده فيه ظلم هو فيه عدل وفيه ظلم العدل ان انك لازم تبعد في معدل الاتحاد الافريقيا زي كل الناس وان انت اللي ايه اللي بايزة ديه عندنا احنا هنا في المسابقات بتاعتنا والظلم ان انت ممكن عاب انا مش ماشي كويس او في وقت معين وبعد جيت دعمتي في رقتي او في رقتي فائد فاختم تخيال اختم تاني وانا مش مشارك في افريقيا يعني تخيال ممكن يبقى بيرامز هنا واخد تاني والاهلي تالت او الزمالك تالت والاهلي مثلا يعني او بيرامز هو التالت اهلي وزمالك اول وتاني مثلا وتلاقي بيرامز ختم تاني الدوري الله اعلم يعني حاجة صعبة جدا صراحة انما ده الكلام اللي الكابتن عامر حسين قاله ان الجدرة الرياضية لما بس يطلب الاتحاد الافريقي المعاد قبلها على طوله حنقول ايه الكلام ده كمان الكابتن عامر حسين قال لنا ايه ان احنا بعتنا جواب للاتحاد الافريقي بنقوله احنا عايزين مبارات غينيا تكون يوم اربعة يونيو مش اتنين يونيو مبارات غينيا اتنين يونيو والاهلي هيلعب فينال يوم تلاتين مايو فيخلص واحد وثلاتين لما المبارات نشر بليل منتصف ليلة واحد وثلاتين فتخلص الساعة واحدة ونص اتنين اللى رابعة بتوقيت القاهرة فيبقى ليه واحد وثلاتين ده لو يعني لبسه الجلاليب مش الترينينج سود بعد الماتش لبسه جلاليب وجاري طبعا فيه مراسم بقى وميداليات ده فاينال يقول لو جاريوب حافيين على المطار عشان يوصل هيوصل واحد وثلاتين بالليل الماتش يوم اتنين يبقى يوم واحد بس تخيل لا حشافه الكابتن هاب جلال ولا هيعرفه شكله ايه ولا قلق ايه ولا طريقته ايه ودول سبع تمن لعيبة فالاتحاد الكورة قالك يا تحاد افريقي انت ليه زنقنا تب ما تخلى يوم اربعة غينيا وخللنا ماتش اسيوبيا يومين زيادة يا عم ولا ثلاثة أيام مش قصة يعني لكن الله حاجاتها ليه انتناد والغريب بقى في الامر يعني في كاس العالم لما حصل التضارب بصرغ من هو كان عجيب من نوع وغريب من نوع وصراح غريب جدا بالاتحاد الدولة والاتحاد الافريقي وكالعادلة احنا ما كانش لينا حساب كانت تحد افريقي لكن الغريب ان البطولتين بينزمهم لاتحاد الافريقي هو اللي عمل التضارب ده يعني تصفيات كاس امم افريقيا اللي بنزمه لاتحاد الافريقي نلعب ماغينة يوم اتنين واللي حدد معاه التلاتين مايو اللي هو الليلة واحد وتلاتين اتناصر مسائل منتصف الليل برضو نتحاد الافريقي المبرنة نيابتاعة الاه حاجة غريبة بصراحة يعني قاديت كتصريح الكابتن عامر حسين هيحاول لكن هل هتفلح بقى محاولته ولا مش هتفلح طبعا ايه الكلام ده مقدرش اقوله ومعتقدش انه هيحصل لانه في الاخر الناس دي بتبقى ايه حفظة مش فهمة الزمالك وبنسبة الملعب عمل حاجة غريبة جدا الزمالك قالك الملعب بتاع استاد القاهرة وشه فقرة علينا يعني فريرا مشكلة مش عنده ولا اللعيب المشكلة عندهم ولا التشكيل ولا الترية الفنية ولا المسلوسي حد يهجمه ولا ابو جابل حد يهجمه ولا زاكي خالص ملعب استاد القاهرة بالنسبة الزمالك اللي قالت كده الادارة اللي قالت كده نحس الملعب نحسهم ومش عارفين يكسبوا عليه ايه نخوش بقى ساحر ما ساحرش مش ما لنشدعه فالزمالك رايح بيتر سبورت هيلعب فين الزمالك يعني في القاهرة عندك هتلعب في بلعب الستاد القاهرة او هتلعب في بيتر سبورت او هتلعب في الدفاع الجوي او هتلعب في المقولين العرب مفيش يعني دي الملعب اللي ممكن تلعب فيها يعني وعشان كمان تستعب ساعة الجمهور الوقت بالك الجمهور زاد لخمس تلاف دلوقتي فممورات الزمالك هيحضرها على القلي خمس تلاف ممور الزمالك جمهور كبير جد فالزمالك اه دي الملعب بستاد القاهرة مش عارف يكسب عليه الزمالك فاعتبروه نحس لكن دي احسن ارضية في مصر استاد القاهرة على فكر احدث ارضية واحدث سيستم واحدث كل حاجة انما ماشي ما فيش مشكلة حنحترم ده في اه في نادي الزمالك وقدرته اللي شايفه كده بيتر سبورت قالوله ان احنا ما عندناش مشكلة خالص ان انت تيجي احنا ملعبنا جاهز زي الفل يا باشا لكن لازم تجيب الموافقات انت يعني احنا بنعمله صيانة وجاهزين وما عندناش مشكلة نستضيف الزمالك لكن قبل كده الزمالك حاولي لعب على بيتر سبورت ما عرفش يجيب الموافقات فبيتر سبورت لعبك كرة تاني في ملعب الزمالك الدفاع الجو قالك اصلا محدش يفتحني في الموضوع ليه مش عشان هو عايز يستضيف الزمالك ولا لأ ولا عشان مطش القديم بتاع الزمالك وإنبي واللي حصلوا الجمهور والناس اللي توفتوا قلعها مش دا الموضوع قالك ان انا بايع قريدي حقوق الملعب بتاعك ولقى البيرامدز خلاص يعني بقى هاي اللي بحدش يتكلم معنا وده حقيقي وانه الاستثناء الوحيد البيرامدز مديه في الاتفاق منتخبات المصري يعني يقدر منتخب مصري لو مش عايز يلعب على الاستاد يقدر يلعب على الدفاع الجو او يتمرن على الدفاع الجو غير كده لازم برامدز اللي يقول فالدفاع الجو كمان مشكلة كمان المقولين العرب ما اعتقدش الارضية حتناسب الزمالك فإذا الزمالك ما عندوش حل غير استاد القاهرة أو يروح استاد السلام المنح دا الاهلي على استاد السلام ماشي يعني بص الله ينور يعني الرجاء والبعديه وفاق استطيفة أربعة وبتاع ما الزمالك يروح هناك الزمالك إذا كان بيقابله نحس في استاد القاهرة الاهلي بيقابله حظ حلو في استاد السلام ما يروح المنع يعني الزمالك يأجر استاد السلام من نادي الاهلي استاد الاهلي دا عادي يعني المشكلة يعني وبمناسبة الملعب وبمناسبة الملعب برضو اثيوبيا بتطلب الكلام اللي وصل انه في مصادر في اتحاد الافريقي قالت ان منتخب اثيوبي او الاتحاد الاثيوبي احنا هنقابل في الجولة التانية من تصفات كاس أمم افراط اثيوبيا بتقول ان هي عايزة تلعب المباراة التانية بما ان اترفض الملعب اللي كانت قدمته الاتحاد الكورة هناك قدمه هما شافوا ان هو مش مواكب لي الوفو في مدينة بحر دار الاثيوبية اتحاد الافريقي قال ان هو مش مناسب يعني واترفض فقالوا ان هما عايزين يلعبوا على ملعب الهلال السوداني في الخرطوم وبيبتدي يشوف الاتحاد الافريقي القصة دي علشان خاطر يعلن موافقته من عدمها وسواء بقى من حقه وفي الاخر المنتخب الاثيوبي من حقه يختار الملعب اللي ناسبه يلعب عليه عايزة اقولك على حاجة بس من شوية برضو مباراة كاس ايطاليا خلصت الانتر مع اليوبنتوس بعد وقت اضافي الانتر كسب كاس ايطاليا بعد يفوزه على اليوبنتوس اربعة اتنين في مباراة كانت قوية جدا طيب بيعتردد انه الكابتن خالد جلال مرشح انه هو يتولى قيادة المنتخب الولمبي وان الكابتن حازم امامه وكابتن براكات رشحوه ودلوه اعلى درجة الكلام ده بتردد في اتحاد الكورة يعني وحتى اتصرب لبعض وصائل الاعلام يشوفه ردود الافعال فانه هو شايفينه راجل انجز واكتهد وعمل شغل كويس مع البنك الاهلي والحيان اذا كنت اختار مدرب مصري احنا عندنا فعلا اكتر من مدرب كويسين غير الكابتن ايام جلال طبعا الكابتن حسام حسن مش هيناسبه المنتخب الولمبي وعايز يمرن المنتخب الاول لكن انت عندك الكابتن خارد جلال طبعا مدير فني محترم وعمل نتيج طيبة جدا مع البنك الاهلي وكسب قبل كده كاس مصر مع الزمالك عندك كابتن احمد سامي مدرب محترم عندك كابتن علي ماهر مدرب محترم عندك كابتن عبدالحبيد بسيوني مدرب محترم عندك فعلا مدربين صعادين وعيدين على كفاءة عالية جدا لحقيقة في الاندية المصرية مش عايز هنسى حد يعني وهيبان خلال الايام اللي جاية مين اللي هيمسك المنتخب الولمبي على فكرة الكابتن احمد جلال حاطت عينه على بعض اللاعبين انا قطولكم برا محمد ابراهيم حضر مبراد سيراميكا مخصوص عشان يبص مع الجونة او عايز يبص على محمد ابراهيم هو بيحب المكان ده اللاعب اللي بيلعب في تمانية وعشرة ده هو بيحب الحتة دي اللي يقدر يلعب تمانية ويقدر يلعب عشرة حتة عبدالله السعيد تحديدا هو شاف ان عبدالله السعيد هو نموذج في الحتة دي اقرب لعيب من وجهة نظره ليه محمد ابراهيم عشان كده شاف من ضمن المهاجمين اللي هو شاف انه هم استحقوا ليكون موجودين في منطقة بمصر احمد عاطف بيتابعوا كويس جدا بعت له مسيجات مع ناس ويمكن يكون كلموا كمان وشاف ان احمد عاطف من المهاجمين البرزين جدا في الدوري هذا الموسم لعب عشرة ماتشاة مثلا جايب خمسة وعمل جول يعني مشارك في ست جوال جايب منهم خمسة وعمل جول وشاف ان يبع عليه مستقبل كبير جدا ومهم مع المنتخب المصري هو على الاقل اللي هيبه موجود في الاربعين ولا الخمسة واربعين لعب اللي الكابتن هيب جلال هيحطوه وبعد كده يختار منهم القيمة النهائية للمنتخب حاجة كومودية جدا قالك اتحاد الكورة هابتدي علق كاميرات على المخزن مخزن ايه قالك مخزن اللبس هنعلق الكاميرات ونعمل جارد شهري ليه اصل تسرق هدوم باربعة وخمسين الف الف ايه يورو اربعة وخمسين الف يورو كنا تكلمة الموضوع ده من فترة كده قالك الحل الحل ان احنا نراكب كاميرات على الباب عشان لو ايه هدوم خرجت نفرغ لما نكتشف بقى نفرغ الكاميرات نشوف حد بيسرب الهدوم دي ولا بقى يعني حاجات لا انت سمعها الا في الاتحاد الكورة المصر ما تجي نطلع جماعة نشوف المينيو لسه عندنا بعض الاخبار اللي محتاجين نقولها نتابع عناوين اخرى في هذه الحلقة موسيقى موسيماني لا يخشى سباعية وفاق سطيف والاهل يرد في الملعب موسيقى ومن المدير الفني لأفشة البديل جاهز اذا استمر تراجع مستواك كانت السيد عبد الحفيز يهدد صلاح محسد بالعقوبات لهذا السبب موسيقى موسيقى وزمالك يبرر خسارة امبي بسحر استاد القاهرة موسيقى موسيقى مشاورات مع فيريرا لاستبعاد أبو جبل أمام طلاقة الجيش طبعا مشاورات من مساعدينه ومن الزمالك للتعاون السعودي سنشكل الفيفا في يونيو أو نستعيد مصطفى فتح ويبحث أيضا الزمالك عن شبيه بدر بنون في إفريقيا موسيقى وفقرتنا التالية الزمين واليد الحديدي والفقرة المعتادة كل يوم أربع الفقرة العالمية مع بوكستوكس موسيقى طيب موسيقى عجبني إنه قالك أنا سبعية 8 عام يعني فريق وفاقستيب في الدول كسب يعني فريق متراجع في مستوى وعايد بتحصل يعني النهاردة سموحة كسبان للتحاد خمسة مثلا يعني بدين ظروف متش فسموحة ما يجي يلعب مع أي حال أصو كسبان خمسة فده وعايد دي يعني بيحصل في الدوليات المحلية كده يعني موسيقى فقال اللعيبة يعني بعض الناس قالت دي إنذار شديد اللهجة من وفاقستيب فقال لهم الكلام ده طبعا مش مع الأهلي يعني ما يكلش يعيش مع الأهلي لأن الأهلي ما بيردش غير في الملعب بيشتغل فقط في الملعب وكان على فكرة عاملهم محاضرة فنية يمكن قدامنا هؤل اللعيبة كلها دخلة على المحاضرة الفنية اللي كان عاملها لهم النهاردة قبل المران بتاع النهاردة يمكن دي المحاضرة الرئيسية من بدر كده بيتكلم معهم درس كويس لفريق وفاقستيب وطلب من محللين الأداء كل شيء خاص بوفاقستيب حتى في المباراة بتاعة السبعة دي اتعوله كل حاجة وشاف كل حاجة وقعد مع اللعيبة بتاعته وبيفكر إنه هو يخرج من مباراة وفاقستيب منتصر فعنده طرق من اتنين يا يبدأ مهاجم ويشتغل على استنادا على النتيجة الأولانية أربعة أو الراجل يعني يقفل نص الملعب يلعب بالتلاتة الهفد فندرز بتوعه إذا السلية جاهز ويلعب على هجمات السريعة بعد كده على اعتبار إن وفاقستيب غير إنه هو عنده مشاكل في الدفاع طبيعية إلا إنه برضو حيحاول يكسب فهيبتح قطوطه أكتر في هذه المباراة علق مسيماني معقفش قاله خد بالك إنه ما فيش حاجة اسمها حد بيحجز مكانه وما تتلويش يعني أنت بتلعب صنع ألعاب لو أنا بطريقتي ما بلعبش بصنع ألعاب بلعبك عبد بندر أو بلعبك على الطرف الشمال أو الطرف اليمين أو الكلام ده لازم تكون فاق ومركز طول الوقت وحنا حتى شفنا أفشة في اللقاء اللي زعناه من شوية هو بيقول بقول أه ممكن ناس تنتقد وكانوا الحياة رد ورد يعني مثالي يعني قالك أنا بتقبل أي حاجة بتقبل النقد حتى لو أنا بقدمش أفضل حاجة بس بحاول مع تغيير مركزي بحاول أقدم كل اللي أنا أقدر عليه في الملعب لكن قاله خد بالك إن الناس إن أنا مش حاعد طول الوقت إذا مستواجه تراجع هتقعد على الدك أو يبقى عندي بداء الليك فده مسألة ما فيهاش زعل فلاسم طول الوقت تفضل مركز وجاهز في الملعب خد بالك إنه محمد محمود من اللعبة اللي قاعدة مستنية الفرصة أنا بقول لأفشة الكلام ده طبعا كان صلاح محسن عمل زي تويتا أو عمل بوستا أو حاجة حكمة كده حطاها بعد ما استبعد من بعثة الأهل اللي سفرت الجزائر التويتا دي عملت مشكلة زعل أكتر حد زعل الكابتل سعد عبد الحفيز وكلمه قال له خد بالك إنه أي تعليق على استبعادك من السفر دي رؤية فنية بتاعة المدير الفني فقط من حق المدير الفني لوحده هو اللي يقول مين يسافر ومين ما يسافرش ده معناها فيه نوع من التمرد على قرار الجزائر الفني وده في الأهل ما فيش تعريق لو دخلت في السوشيال ميديا واشتغلت بالطريقة دي تعقابية شديدة جدا قال له أنا ما أصدتش ده أنا كنت بانشور حكمة وشالها فورا صلاح محسن زي ما قلتلكم الزمالك عنده أزمة الملعب ده أزمة كبيرة جدا في الزمالك ولازم هيحلها بسرعة قبل المباراة اللي جاية والزمالك زي ما قلتلكم أنا والله نسيت المطش الجاي بتاع الزمالك مع مين مع طلاع الجيش هيكون يوم الثلاثة الجاي وفق المدون عند اتحاد القرى حتى الآن في أستاذ القاهرة لسه الزمالك ما غيرش الملعب بتاعه حتى الآن الإدارة أعلنت أنها مش هتلعب تاني على أستاذ القاهرة لكن يعني الدليل من أستاذ القاهرة مش نحس أنه في ناس بتطالب في الجهاز الفني من فريرة أنه يغير أبو جبل المطش يجاي لعب عواد مش لأن أبو جبل عواد أحسن أو أبو جبل أحسن هو الفكرة أنك إزاي بقى تستنفر تركيز أبو جبل من جديد يعرف أن تحتيه واحد لما تركيزه يقل هيلعب زي عواد فدي كلام في المشاورات اللي بتتم بين فريرة مثل أنه بيسمع لكن القرار طبعا في النهاية إله هو بيسمعش المناقشات في قراره هو بيصدره بعد ما يصدره يسمع دلوقتي يعني يسمع أنت الجهاز الفني يقول له خد بالك أبو جبل تركيزه أقل محتاج شوية يفوق فلو لعبت عواد ماتش ولا تنين هتلاقى أبو جبل ده في التدريب مموت نفسه ومركز تاني وبتاعه حنشوف فريرة حياخد بالكلام بتاع الجهاز المعاون ولا لأ في المباراة بتاعة تلاقع الجيش مشكلة الزمالك بيواجهها وساير بسببها لسببين بتاعة مصطفى فتحي في التعاون التعاون دفع نص مليون دولار ولسه نص مليون تاني مجيش فالزمالك بتدومه لغاية نهاية مايو السببين إيه؟ إنهما اتفقوا الفلوس يخدواها من بدن وما اخدوهاش ده سبب سبب التاني الزمالك محتاج فلوس لأنه بيجددوا بيشتري لعيبة وبدفع مقدمات وفي حاجات في السر بتتدفع وشكات بتطلع لسه ما نعرفش لأن الزمالك ما أعلنش عنك يا صفاقات فبيقول التعاون السعودي كده بتاع انتك لغاية نهاية مايو يونيونا هروح للفيفا هاشتيكي خلاص بقى أنا مش هادر أستحمل أكتر من كده أو يرجع مصطفى فتحي تعال بقى نقعد بقص بليوم دولار انتخدت بقى مصطفى دول ست شهور خلاص أوكي تعال بقى ايه رجعه لنا تاني واشتغل معانا تاني بداية من الموسم الجديد ده الكلام اللي الزمالك بيتكلم عليه الزمالك كمان عايز مدافع سوبر هم شايفين انه فيه أزمة في دفاع الزمالك وده الحقيقة فعلا فيه أزمة في الزمالك شفنا مبارح في الماتش بتاع امبي دفاع الزمالك أنا مش أقدرش قلني محمود علاء مستوحش لكن مفيش تركيز دفاع الزمالك محتاج يركز بشكل أكبر من كده باركة فيه شوارع موجودة في دفاع الزمالك ممكن يكون محمود علاء شايلها مبارح فالزمالك بيفكر جات فكرة ليه ما يجيش سير دباك إفريقي ومن دول شمال إفريقيا وشابهوا حتى ببادر بنون ان بدر بنون كان ليه دور في ضبط الدفاع الآلاو لما جيه لان بدر بنون من اللعيبة المميزة جدا في الحتة دي مش بس مجرد باك أو شارس أو طويل بياخدوا الكورات العالية والكلام ده أو انقضاض لكن كمان لعيب وبيعرف انه هنا الهجمة من تحته بيتقدم في الكرانر وفي الكور العرضية وكل الكلام ده فإده بدر بنون كمثال للمدافع اللي ممكن الزمالك يجيبه خلال الفترة الجاية هنطلع نشوف تقرير في لقاءات كده اتعملناها مع نقاط رياضيين مغربة بناخد رأيهم هما كمان نشوف الرأي الآخر يعني احنا عاديم نتكلم عن المباراة النهائية واستضافة مركب محمد الخامس ليها يوم 30 ماي هنشوف اصدقائنا واخوتنا في المغرب انه قادر يضيين قالوا ايه على هذه المباراة فاصل بعدها ثم نلتقي مع الزميل وليد الحديدي فقرة الكرة العالمية اهلا بكم من جديد بيشاركني في فقرة الكرة العالمية كل يوم اربع كالمعتاد الزميل وليد الحديدي ازاك وليد اهلا بس محمد احبارك ايه؟ عامل ايه؟ بس اكيد انا اللي اكسبتها انت عارف التبقية تعامل زي احمد عيد كلام في الهواء انا قلتلك كلام في الهواء انا قلتلك ريال مدريد هيلاعب ليفربول في النهائية انت كنت بتراهن من ايام الاوح ان انت ريال مدريد مش هيكمل انا قلتك ده انا متوقع ريال مدريد من ساعة باريس سان جرمان المباراة الاولى انت بقعد كل حقدك وغيرلك وكلون لسود اللي انت لاتسو ده مالي قلبك ناحية ريال مدريد انا كنت عايزهم مساعدوا علشان ناخد بطارنا بتاع 2018 انتو مين انتو بقى ليفربول طبعا صلاح يعني مجهز لهم دلوقتي كل حاجة هيخلص الموضوع كل تصراحات وتصراحات مصرية صلاح عمالي عالي في الرتم عالي في الرتم يقولك على حاجة بجد يعني التصراحات دي بتطلعش غير من اتنين محمد صلاح واحمد ايد عبد الملك بكرة هقوله كده هقوله يعني صلاح اتبهت عليه ده بيقولك الطار بشكله متابع الفقرة جاله الاتيتيود ده بتكلم ايه اول مرة شوفها دي في قربة الطار محمد صلاح قرر ياخد الرزق يعني محمد صلاح قرر يحط نفسه وهو رأس حربة الملك لو كسبه هيب بطل العام هيب هيكسب كل حاجة لانه هو في تصريحات هيقولك بقى شوف تصراحات هيجيبه بقى تصراحات اللي قالها تعرف في اوروبا بالنسبة لنا تصراحات قريبة جدا بزي انا عادي تصراحات دي بالنسبة لنا هتمر ممكن متعلقش يعني عندنا هنا ممكن متعلقش انما في اوروبا هيجيبه التصراحات هيقولك شوف صلاح قيله وعمله وكسر الدنيا ودخل وحفز زميله بص هو صلاح دخل رهان دي طبعا بعض الارقام وبعض الاحصايات الخاصة بيه وسرعته عاملة ازاي وإيه التأثير بتاعه وعمل السستات قديه 23 اسست مع دورتوموند لا طبعا مش طبيعي خلينا كده نروح ليه ها الحالات بسرعة اه الشاشة التحلية بتاعتنا ونشوف بعض الحالات الخاصة بيه ايرلين هالند لانه الحقيقة لما تيجي تبص على طريقة اداءه تلاقيه فعلا هو اللاعب اللي كان محتاجه الستي ليه؟ منشاستر سيتي كان عنده مشكلة كبيرة جدا انه بيستغل اللاعب زي في الفودن كراس حربة حتى جابريل جيسوس كراس حربة ما بيدكش الفينيش اللي انت محتاجه ليه؟ لان كل اللاعب عنده ضيفوه في الفودن مثلا عنده مشكلة في الفينيش لكن ممكن يصنعلك اهداف بشكل جاي جابريل جيسوس ما بيرفش اللاعب برجليل اتنين عنده برضو الرأسيات مش مش قوي خلينا نشوف الاند بيعمل ايه؟ ده مباراة كانت قدام اينت راخت فرانكفورت بتديك انطباع ازاي؟ السرعة السرعة في الانطلاق دايما في القورة يعني انما بيجوا يقيموا لعب فيه كريتيريا كتير للتقييم السرعة مش بس يقولك انه لعب سريع لعب سريع ازاي؟ لعب سريع من السبات ولا لعب سريع بالكورة ولا من غير كورة الحقيقة الاند عنده كل مقاومات دي شوفنا ازاي بداية اللينك طبعا مع داكالريوس اعتقد وازاي اتحرك له في المساحة الفاضية من نص الملعب نشوف السطورة اللي بعدها طبعا في لحظات كان منفرد بالمرمى وسابق الاتنين قال بدفع اللي كانوا بيلعبوا عليه وكمان بقى زيادة في الثقف قدراته اي مهاجم عسود محمد في الحتة دي هيكمل هياخدوا الكورة كده طبعا هو قطع لا بس اخد بالك بردو دا زاكي ليه؟ انت بتكلم فروت بردو يلا قولي بقى عشان يحطهم في ظهره بالضبط وعشان يفتح لنفسه زواية امرير طبعا اقولك ايه انت بتكلم فروت لاخ الاند المصري طبعا زي ما احنا شايفين لو اي مهاجم طبيعي خلاص هي مفتوح قدامه هيكمل بس انت لما تكون معندك قوة وصرعة كده انت ضمنت خلاص انت حطيت الباك في ظهرك يا بنالتي يا جون بالضبط بنالتي وطرد وهيجي جون طبعا طبعا فشوفنا ازاي بدل ما يكمل كده تشوف الصورة اللي بعدها دخل زي ما السهم كان بيقول طيب احد المقاومات التانية زكاء التحرك في المساحات الديقة هنا هلند محض واحد اتنين تلات مدافعين ازاي تفتح لنفسك مساحة علشان تعمل الفنش على المرمى اندفع شايفين السهم ده والمدافع ده ألند اندفع بقوة في الاتجاه ده علشان المدافع يجري معاه نشوف بقى الصورة اللي بعدها لا اللي بعد الصورة اللي فاتت ده طبعا ده الفنش اللي كنا بنتكلم عنه ازاي لما دخل فتح لنفسه الزاوية وشاطها في الزاوية دي خلاص نشوف الحالة اللي بعدها دي اللي كنا بنتكلم عنها لا الصورة اللي قابل دي يا جماعة هو أنا واقف وسط الثلاثة واقف وسط الثلاثة الصورة اللي شوفناها قبل دي كان مندافع وبيجري ناحية الشمال ده هو كده رجع اهو المدافع جري معا كده شوف الحالة اللي كانت موجودة معنا اللي كانت قبل دي بقى ارجع التالي بقى لنفسه ايوه راح واقف سبت نفسه سبت نفسه ورجع خطوة سبت نفسه ورجع خطوة وبعدين هيجي في المساحة دي علشان يفضل نفسه المساحة نشوفه الكرة اللي بقى لنصورة خلاص واقف لوحده الكرة جات له على راسه بيفنش ويحرز هدف ده زكاء في الحالة بس يخد بالك هو وكنحطه على الشمال وكانت تبقى حل نقوله بقى لن المغ اذا كان هو ألند انا شبان اه ما قلنا خلاص ألند المصري بس انا مخدش بالعب الدماري كويس بطرح على فكرة ألند كده برضو يعني حتى في التقييم في التقييم اللي معموله في السكاوتينج زي ما بنقول بيلعب برجليل شمال دي الاساسية طبعا الرجليل يمين ما تقلش جودة عن الشمال سرعاته كل حاجة لكن اللي محتاجين هيشتغل أولو ده اللي تكلموا عنه في السيتي انه هيشتغل على ضربات الرأس تمام خلاص احنا كده تمام فاضل يا سيد وليد على فكرة أبو لعب في منشستر سيتي وفي ليدز يونايتد كمان قالولي دلوقت ده خلو سرشه قالولي الاعداد متشكرين يا بو ألند شكرا لسماء ومبروك على السيتي والله يبصص لهم في الصفقة اسبوع الجاينا لطاق على خير ان شاء الله احنا كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم بكرة ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة